اشتركة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لابنائي وبناتي طلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة موضوع حلقتنا اليوم عن مادة الخمات خدنا في مادة الخمات يا سنقولة في الترم الاول بعض المواد المعدنية زي الحديد والنحاس والالامونيوم وخدنا كمان مواد غير معدنية زي البلاستيك وقلنا ان المواد المعدنية اللي هي زي الحديد خدنا من اول استخراج الحديد وهو حديد غفل من باطن الارض وبعد كده بيعمل ايه او انا بعمل ايه ببدأ ادخله في افران او محولات وعن طريق الافران والمحولات دي بيتحول الحديد الغفل اللي هو من باطن الارض الى حديد صلب او حديد خام اقدر ادخله واستخدمه في الصناعات طب انا دلوقتي عندي حديد اللي هو الحديد الصلب اللي انا استخرجته واللي انا خلاص اجريت عليه عمليات وبقى عندي حديد صلب ان انا اقدر استخدمه ينفع ان انا استخدمه في اي صناعة لا طبعا لازم احدد لونوع الاستخدام المعين اللي انا هدخله في صناعة ايه فالنهاردة درس النهاردة هو بعنوان ايه الخواص المواد يعني ايه يعني ايه خواص المواد يعني ايه كلمة خواص يا سنة اولى خواص يعني صفات صفة زي اللي ربنا خلقنا بيها كده وميزنا عن بعض حد طويل حد قصير حد لونه ابيض حد اصمر كل دي حاجات بتميزنا عن بعض برضو المعادن ليها خواص وصفات كل معدن بيختلف في صفاته وخواصه عن المعادن الاخرى هنشوف مع بعض ايه هي خواص المواد هم اربع خواص اول نوع الخواص الفيزيقية وهنتكلم عنها بالتفصيل الخواص الميكانيكية الخواص الكيميائية وخواص التشغيل نبدأ كده مع بعض ونشوف الاربع خواص تقسيم خواص المواد خواص فيزيقية وخواص كيميائية وخواص ميكانيكية وخواص تشغيل واحنا قلنا كلمة خواص يعني صفات انا بتصف بيها او المعدن ده بيتصف بيها علشان اقدر اميزه عن المعادن الاخرى وشوف انا هستخدمه في صناعة ايه بعد كده خواص المواد زي ما احنا قلنا فيزيقية وميكانيكية والميكانيكية دي بتنقسم الى نوعين استاتيكية وديناميكية وهنتكلم بالتفصيل عن كل خاصية في خلال حلقتنا النهاردة وكميائية وتشغيل نبدأ كده اول حاجة مع الخواص الفيزيقية هي خواص ظاهرة يمكن مشاهدتها كلون او قياس الكسافة او الثقل النوعي او قابلية التوصيل للحرارة والكهرباء يعني ايه؟ يعني ايه خواص فيزيقية؟ يعني خواص انا ممكن اشوفها بعنية او ممكن المسها بايدي اقدر احدد نوع المادة دي زي ايه مثلا زي الكسافة اللي هي الكتلة او الحجم ان انا بشوف المقياس قدامي او اشوف الشكل قدامي بقول اه والله دي مثلا كوباية دي مليانة نصها مليانة لحد الاخر فانا بقدر احدد الكمية او الكتلة او الحجم بتاع الشيء اللي قدامي دي من ضمن الخواص الفيزيقية طب ايه كمان الثقل النوعي او الوزن النوعي ان انا لو جبت طبق كده او جبت علبة زغيرة وحطيت فيها مية وجبت مسمار وجبت شوية زيت بلاش مسمار جبت الكوباية وحطيت فيها الزيت ايه اللي هيحصل مع ان الزيت سائل والمية سائل انما ايه اللي هيحصل ياولاد هلاقي الزيت بدأ يطفو على الوش طب انا شايفا بعناي ولا مش شايفا اه طبعا شايفا يبقى دي ايه دي خواص فيزيقية زي ايه كمان المواد اللي هي جايدة التوصيل للكهرباء او رديقة التوصيل لو انا معايا سلك من الالمونيوم هقول ايه انا عارفة ان الالمونيوم ده جيد التوصيل للكهرباء طب لو معايا قطعة خشب هقول ايه او قطعة بلاستيك عارفة ان دي مش جايدة التوصيل للكهرباء يبقى الخواص الفيزيقية دي حاجة انا ممكن استشفها او ان انا ممكن اشوفها بعناية او المسها بايدي معنى كلمة خواص فيزيقية نشوف ايه النوع التاني من الخواص او نشوف صورة الاول كده مع بعض هنا حالات المادة احنا اتفقنا ان الخواص الفيزيقية دي حاجة باشوفها بعناية حالات المادة ايه ثلاث حالات صلبة وسائلة وغزية طيب هنا في الصلب هي هي نفس المياه سنقول ايه اللي بيحصل لما بتبدأ تتعرض لدرجة حرارة منخفضة بتبدأ تتجمد وتبقى مادة صلبة طيب لو انا هنا حطتها في درجة حرارة عادية هتبدأ تكون مادة سيلة اللي هي المياه طيب لو اتعرضت لدرجة حرارة هلاقيها عبارة عن مادة غازية او الحالة الغازية ويطلع منها بخار فبتتغير التلات حالات فيها يبقى دي كده انا قدرت اشوفها بعناية ولا لأ اه طبعا قدرت اشوفها يبقى دي من ضمن الخواص الفيزيقية خلاصي سنقوله نشوف كمان صورة مع بعض حالات المادة احنا قلنا المادة هي كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة اي حيز بيبدأ يتشغل بقول ان هي دي مادة طيب بتنقسم الى ثلاث انواع صلبة وسائلة وغازية الصلبة دي بيكون لها شكل وحجم سابت الشكل والحجم سابتين زي الزجاج او المطاط المادة السائلة بيكون لها شكل وحجم ومتغير زي الزيت والمية او العصير طبعا متغيرين الزيت مش بنفس طقل العصير معنى الثلاثة ولا الماية معنى الثلاثة مواد سائلة الغازية ودي الغاز ما بيكونش ليه حجم او شكل سائل يبقى احنا كده اتكلمنا عن الخواص الفيزيقية وقلنا ان انا بقدر اشوفها بعنيها او اقدر المسها بايدي زي اللون وزي الكسافة وزي جودة التوصيل للكهرباء او الحرارة طيب الخواص الكيميائية هي عبارة عن ايه سنة اولى نشوف معه بعد الخواص الكيميائية هي تعرض المواد للمؤثرات الجوية والكيميائية ومدى تحمل المعدن لهذه المؤثرات او تغير شكله تحت تأثيرها زي ايه زي مقومة الصدق او التآكل او قابلية الانصهار والتسابك مع معادن اخرى احنا قلنا ان في الخواص الفيزيقية انا حاجة بقدر اشوفها بعناي او بقدر المسها بايدي انما في الخواص الكيميائية هي اتحاد شيء مع شيء زي ايه سنة اولى زي اتحاد الهوى مع ايه مع الحديد لو في عندي قطعة من الحديد وبدأت احطها في هوى لفترة طويلة ايه اللي هيحصل لها الهوى هيتحد مع الحديد هيبدأ يعمل لي صدق هيكون لي صدق طيب هو شايفين ايه اللي حصل لما حصل الصدق ده انا اقدر دلوقتي ان انا اقول ان الخواص دي كيميائية لان ده خل فيها شيء اخر عشان كده بقول كيميائية يبقى الخواص الكيميائية بتكون عبارة عن مؤثر خارجي خلاص يسا اقولها انما الخواص الفيزيقية هي موجودة قدام عناي انا ممكن المسها او ممكن اشوفها مشوف كده صورة للخواص الكيميائية تفاعل الحديد مع الاكسجين الحديد لما بيتفاعل مع الهوى بيكون ايه هنا بيكون الصدق يبقى دي ايه صفات او خواص كيميائية طيب تفاعل ارس الفوار مع المية لو انا جبت كبية مية وبدأت احط فيها معلقة ملح او فوار وببدأ ادوب فيها ايه اللي بيحصل كده اتحاد عنصرين مع بعض علشان كده بقول ان دي من ضمن الخواص الكيميائية ان فيه اتحاد عناصر مع بعض نكمل بقية الصورة اشتعال الماغنيسيوم لو فيه اشتعال لمادة برضو بقول ان هي اتحاد مع عناصر اخرى دي معناها ان دي خاصية كيميائية موجودة خواص التشغيل انا بعد ما جبت قطعة المعدن اللي هو الحديد واتفقنا ان احنا من الترمي الاول استخرجناه من بطن الارض وحطناه وعملنا عليه اجراءات عمليات وحولنا الحديد خام وبدأ عندي يكون عايزة استخدمه للتشغيل خواص التشغيل يعني ايه قطعة المعدن انا ممكن اشكلها وشغلها حسب ما انا عاوز ممكن اخلي المعدن ده بقطعة حديد واحدة ممكن ان انا اغير في شكلها الكطعة مستوي عندي ممكن اغير في شكلها ممكن اجري عليها عمليات تانية ممكن اجري عليها عمليات صاق بأي نوع من أنواع التشغيل او التشكيل بغير من شكلها بقول ان دي اسمها خواص تشغيل نشوف كده التعريف مع بعض خواص التشغيل هي قبلية المادة للتحول المادة ممكن ان انا احولها وغير من صورتها الاصلية وشكلها الاصلي علشان اطلعها لمنتجات تحت تأثير طرق تشغيل مش لوحدها المادة مش هتشتغل كده لوحدها او هتتشكل لوحدها لازم طرق تشغيل وتشكيل مختلفة زي ايه زي قابلية المادة للقطع او القص او الضغط التلات حاجات دول لو انا عندي قطعة من الخام وعايز اقصها يبقى انا كده بعمل ايه بعمل عملية تشغيل وكمان غيرت من شكلها طب لو عايز اعمل لها عملية تن برضو انا كده غيرت من شكلها الاصلي وخلتها ايه سانا اولى خلتها منتج ممكن استفيد بيه او اقدر استفيد بيه نشوف كده صورة مع بعض خواص التشغيل عبارة اهو عن قطعة او عن منتج انا جبت الخام وبدأت احوله لمنتج زي ما انا عاوز هنا عملت له عملية تنية هنا عملت له عملية تشكيل هنا عملت له عملية قص وتركيب مع بعض ودي اسمها خواص التشغيل الخواص الميكانيكية وهي تعرض المواد لمؤثرات خارجية يعني ايه مؤثرات خارجية يعني زي ايه زي قوة الشد او الضغط كل دي مؤثرات خارجية انا بعرض المعدن لها علشان كده بقول ميكانيكية لان هو المعدن مش لوحده كده لا ده ميكانيكي بيبدأ يتعرض لمؤثرات خارجية بتخليلي للمعدن خواص ميكانيكية علشان ايه احنا هدف ايه الدرس النهاردة الخواص اللي موجودة بتاعت المعادن انا بقدر احددها علشان اوظفها اوظف المعدن في صناعة انا بحددها نشوف كده مع بعض الخواص الميكانيكية هي تعرض المواد لمؤثرات القوة والاحمال الخارجية بتنقسم الخواص الميكانيكية الى نوعين خواص استاتيكية زي الشد والضغط او الانضغاط والانحناء والقص طب يعني ايه يا ميز كلمة استاتيكية احنا خلينا نتفق الاول ان الخواص او الصفات الميكانيكية بتنقسم الى نوعين اول نوع خواص استاتيكية اللي هي ايه كلمة استاتيكة يعني علم السكون ان المادة بتكون سكنة المادة سكتة وبيحصل عليها تغيرات زي ايه سنقولة هنا بيقولي زي ايه زي الشد فيه اختبارات شد بتحصل للمعادن لو انا عايز اشوف المعدن ده هيتحمل الشد بتاعه او ان انا اقدر افرد المعدن لحد قيمة معينة لحد قد ايه بيدخل مكينات اختبارات للشد بتقولي المعدن ده لحد مثلا هو خمسة هيتشد اخره عشرة خلاص يبقى المعدن ده ما اقدرش انا اعمله عملية شد اكتر من كده او انضغاط ان المعدن يتم الضغط عليه برضو لحد قيمة معينة يقولي ان هو اقدر استخدمه بعض الضغط ده لايه او ايه كمان القص كل دي بقول عليها خواص استاتيكية المعدن ثابت واللي بيحصل عليه ايه مؤثرات خارجية او بيحصل عليه اعمال خارجية بقدر عن طريقها احدد هستخدم المعدن في ايه نشوف كده دي عبارة عن مكينة لاختبار الشد المعدن اهو قطعة الحديد بتطربت هنا وبيبدأ هنا كده الجزئين دول يشد المعدن لحد قيمة معينة بتبان هنا على الجهال ويقولي ان القيمة دي اخر قيمة ممكن المعدن يتشد عندها دي كده مكينات الضغط بيبدأ اتحط المعدن هنا ويبدأ الجزء الجزء اللي فوق ده ينزل على الجزء اللي تحته والمعدن محطوط في الوسط وبيبدأ برضو هنا يبين لي ايه هي القيمة او قيمة الضغط المعينة اللي عندها المعدن مش هيستحمل اكتر من كده هنا كده كمان احنا قلنا في التاني او الاجزاء اللي هي بيحصل فيها بصوا كده هنا يا ولاد فيه هنا فرق بين الجزء ده وبين اخر المكينة معنى كده ان المعدن ده اخره كده انا مش هقدر اجري عليه عملية تاني اكتر من كده هو المعدن مش هيستحمل عملية تاني الاكتر من كده ودي كده الخواص اللي استاتيكية النوع التاني الخواص الديناميكية زي ايه؟ نحن اتفقنا ان الخواص الاستاتيكية او كلمة استاتيكة معناها علم السكون المادة سكنة وبيجري عليها عمليات او المادة سابتة في مكانها وبيحصل عليها اجراء عمليات الخواص الدينماكية بقى عكس الاستاتيكية ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ بيحصل تحريك معناها تحريك تحريك لايه؟ زي مقاومة الصدق هو احنا قلنا لو احنا دلوقتي جبنا قطعة معدن او قطعة حديد وعرضناها للهواء إيه اللي هيحصل لها هتحد معيها الهواء وهيبدأ يعمل إيه أو بخار المية أو المية وهيعمل إيه هيعمل صدق علشان كده بيبدأ حتى عارفين العلب بتاعة الأغذية دي بتبقى تدهن بطبقة اسمها أكسيد الكروم علشان ما تعملش عمليات صدق بتقاوم عمليات الصدق بديها خاصية ديناميكية أخلطها أخلط الحديد أو الخام ده مع أكسيد الكروم علشان ما يعمليش صدق إيه كمان؟ القطبان بتاعة القطارات وهم بيستنعوها في المصانع هي بتدهن وبيتحد معيها الأول بيتحد معيها وبعد كده مع المعدن وبعد كده بتدهن يا ولاد بطبقة الطبقة دي بتعمل عازل لإيه؟ للشمس ده قطبان القطر ده بينزل كل حاجة على المية من المطر أو الشمس بيبقى متعرض لها البخار بتاع المية اللي هو الندى اللي بينزل ده كل الحاجات دي سنأولى بيتعرض ليه فعمل لي حاجة اسمها خواص ديناميكية بقدر عن طريقها ان انا اعمل مقاومة للمعايدن أو مقاومة للصدق نشوف كده مع بعض الخواص الديناميكية زي مقاومة الصدق والكلل وهي انهيار المعدن نتيجة لتكرار الإجهادات مش احنا لسه شايفين من شوية لما جبنا المكنة اللي هي بتاعة إجهاد الشد أو إجهاد الضغط ايه اللي حصل؟ انا ممكن امسك المعدن ده واعمله عملية شد كبيرة جدا ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل مصطلح علمي كده اسمه الكلل يعني ايه؟ يعني التعب الإجهاد المعدن أجهد وتعب من كتر منع ماله أجري عليه عمليات شد وعمليات ضغط المعدن تعب كلمة أو مصطلح الكلل معناه التعب أو الإجهاد الناتج للمعدن نتيجة تعريضه لمؤثرات خارجية تمامي مثلا أولا؟ يبقى الخاصة الديناميكية مثل مقاومة الصدق والكلل اللي هو انهيار المعدن نتيجة لتكرار الإجهادات شايفين هنا كده ايه؟ ده الصدق اهو اللي بيحصل متحرك زي ما احنا قلنا ما بيفضلش المعدن بجزيئاته زي ما هو هنا بيتعرض للهوى وبيحصل الصدق الأحمال الميكانيكية الحمل الميكانيكي هو تلك القوة السابتة الحمل ده قوة سابتة بتؤثر على محور الجسم أو فيه اتجاه محوره زي الشد والانحناء والضغط واللاي والقص كل دي بقول عليها أحمال ميكانيكية الحمل الميكانيكي المعدن موجود وفيه قوة بتأثر عليه بقول هي دي اسمها حمل أو أحمال ميكانيكية ياسا نقول الأحمال دي بتكون عبارة عن ايه؟ عن قوة الشد ما هو ده حمل أو قوة الضغط مش دي قوة مؤثرة وحم كل دي اسمها أحمال ميكانيكية بيبدأ اتعرض لها المعدن علشان أعمل ايه؟ علشان أشوف أنا هستخدمه في النهاية الاختبارات دي هستخدمه في ايه؟ هنا كده دي مكينات علشان نشوف عمليات الشد أو عمليات الضغط ليه؟ المعدن وهنا بيبين لي على أجهاز الكمبيوتر ايه هي القيمة للمعدن أنواع الأحمال الميكانيكية أول نوع الإجهاد وهو وحدة المساحات المعرضة في مقطع الجسم من قيمة الحمل المؤثر عليه يعني ايه؟ يعني أنا عندي قطعة حديد قطعة الحديد دي أنا هاجبها علشان أعمل لها عملية شد أدخلها في اختبار الشد وهيبدأ يشديلي المعدن مش فيه قوة كده يا سنقولة حصلت على المعدن ده؟ آه طبعا طيب مش فيه تغيير كمان في المساحة؟ مساحة المعدن أنا لو عندي قطعة معدن خمسة وليكن خمسة سنتي وعايز أعمل لها عملية شد لحد عشرة سنتي أو أنا عايز أشوف المعدن ده هيستحمل اختبار الشد ده قد إيه؟ اختبار الشد قال إن آخر حاجة للمعدن ده هو عشرة سنتي خلاص دي آخر حاجة ممكن المعدن يبدأ يعني يحصل له عملية استطالة أو شد للمعدن هنا اسمه إيه بقى حصل إيه للمعدن؟ حصل إجهاد المعدن اتعرض لشد وبدأ الخام اللي كان خمسة بدأ يتشد يبقى عشرة حصل له إجهاد الإجهاد ده ليه قانون القانون إيه؟ الإجهاد بيساوي القوة اللي أنا أصرتي بيها على المعدن على مساحة المعدن نشوف كده القانون مع بعض ونطبق عليه كمان الإجهاد هو وحدة المساحات خلاص إحنا قلنا والإجهاد بيساوي القوة على المساح نشوف كده مثال مع بعض يا سنة أولى بيقولي إيه تعرضت عينة من الصلب الطري في عينة عندي من مادة الصلب الطري أنا حطتها تحت اختبار الشد أو هي تعرضت للشد تحت تأثير قوة مقدرها 15 كيلو جرام القوة اللي أصرت 15 كيلو جرام احسب لي بقى إيه الإجهاد الحادث للمعدن لقطعة الصلب دي علما بأن مساحة مقطع العينة 3 سمتي مربع يعني العينة المساحة بتاعتها 3 سمتي مد هي تأثرت بقوة كام 15 كيلو جرام على طول القانون بمنتهى السهولة الإجهاد بيساوي القوة على المساح يبقى الإجهاد بيساوي كام 15 على 3 بيساوي 5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع وقانون سهل جدا جدا يا سنة أولى الإجهاد بيساوي القوة على المساح وبشوف المسألة هو مديني القوة بكام ومديني المساحة بكام وببدأ أقسم الرقمين على بعض بيطلع لي الإجهاد الناتج هنا بقى صورة بتوضح يعني إيه كلمة إجهاد للمعدن شايفين هنا كده يا سنقوله هنا في أول صورة دي اللي تحت المعدن عبارة عن إيه عبارة عن معدن عادي الجزيقات بتاعته شكلها عادية وشكل المعدن عادي بدأ يتعرض هنا لقوة شد أجهادته أجهادت المعدن شايفين شكل المعدن بقى عامل إزاي حصل له بعض من التشوهات علشان كده بقول إن الإجهاد ده هو قوة مؤسرة على الجسم لازم تكون بنسب معينة ما ينفعش إن أنا أعمل عملية شد للمعدن كده وخلاص لازم تكون في نسب معينة علشان ما يحصلش التشوه اللي موجود في المعدن ده من أنواع الأحمال الميكانيكية الانفعال الانفعال ده هو عبارة عن إيه هو التغير الحادث في أحد أبعاد العينة نتيجة تعرضها لتأثير القوة والحمل يعني إحنا زي ما إحنا قلنا إحنا جبنا خام وبدأنا نعمل لها عملية شد بدأ يحصل إيه انفعال بدأ يحصل تغير التغير اللي حاصل ده لازم يكون ليه قانون القانون ده إيه اللي انفعال هيساوي إيه هيساوي إيه السنة أولى لازم الأول حد الطول العينة اللي أنا بشتغلها قبل ما أعمل عليها عملية الشد وطولها كمان بعد ما أعمل عليها عملية الشد الفرق ده بقول عليه هو الانفعال التغير اللي حصل في شكل العينة أو نتيجة اختبار الشد مشوف كده القانون مع بعض بيقول إيه الانفعال الانفعال بيساوي دلتا لام في مية على لام طب لام دي إيه يا ميس لام هو الطول الأصلي للعينة وليكن الطول الأصلي للعينة خمسة ملي متر دلتا لام الاستطالة الحادثة للعينة بعد ما عملت عملية الشد بدأ يبقى فيه استطالة الاستطالة دي اسمها دلتا لام إنما اللام ده طول العينة العادية قبل ما عمل لها عملية الشد أو الاستطالة خلاص يبقى القانون بكل بساطة الانفعال بيساوي دلتا لام في مية على كام على لام وقلنا الدلتا لام أو اللام الأول هو طول العينة العادي قبل ما عمل لها عملية الشد والدلتا لام هو طول العينة بعد الاستطالة ونشوف كده مع بعض صورة أهي ليه الانفعال هنا كده حصل إيه حصل إن العينة دخلت هنا بدأ يتعمل لها إيه زي ما كانت الدرفالة كده دخل المعدن بالسمك ده هيحصل إيه هنا هيحصل إن المعدن طلع بسمك ومختلف وطول مختلف انفعال حصل تغيير في المعدن دخل بسمك وطلع أو بطول طلع عندي بطول آخر داخل العينة طيب كده دي من ضم أو من الحاجات اللي هي الأحمال الميكانيكية أو أنواع الأحمال الميكانيكية إيه كمان من أنواع الأحمال الميكانيكية تعريف أو حاجة اسمها المرونة يعني إيه كلمة مرونة كده من اسمها يعني قبلية المعدن المصنوع إن هو يرجع لطبيعته أقدر أشكله ويرجع لي لطبيعته مرة تانية زي إيه سنقولة في حاجة اسمها الياي أو السستة عارفين السستة اللي تبقى موجودة في نهاية القلم دي لو عندنا قلم قديم كده زي القلم اللي ليه تكة كده من فوق بيبقى فيه سستة اللي هو ياي كده مع بعض السستة دي لو أنا مسكتها وبدأت أضغط عليها هي ليها قوة للضغط ما ينفعش إن أنا أضغط عليها أكتر من اللازم أي معدن في الانضغاط لازم يكون ليه قوة معينة علشان إيه؟ علشان ما يحصلش تشوه للمعدن أنا ممكن لو السستة أو الياي ده انضغط عليه أكتر من اللازم هيبدأ السستة اللي موجودة دي أو الأجزاء دي هتبدأ تنضغط على بعض ومش هتتفرد تاني وكده أنا شوهت المعدن علشان كده في حاجة اسمها حد المرونة إيه هو حد المرونة؟ إن المعدن يكون ليه قابلية في المرونة بتاعته إن يبقى المعدن مرن أقدر إن أنا أشكله ويرجع لطبيعته مرة تانية نشوف كده إيه هي المرونة؟ هي قابلية المعدن المصنوع إن المعدن إن أنا أقدر أغير في شكله وأبعاده السستة دي لما بينضغط عليها أبعادها كمان بتتغير تحت تأثير القوة الخارجية مش من نفسها لا أقدر المعدن بيتعرض لقوة خارجية بتبدأ تأثر عليه مع رجوع المعدن لشكله الطبيعي المعدن زي السستة بترجع لشكلها الطبيعي مرة تانية والأبعاد بتاعته بترجع برضو لشكلها الطبيعي بعد زوال تأثير القوة بعدما القوة دي ما بتبقاش مؤثرة عليها بيرجع المعدن تاني عندي بنفس الصورة نشوف كده صورة لها شايفين هنا الياي اهو دا الياي او دا شكل السستة ايه اللي بيحصل لو فيه قوة خارجية بدأت سنقولها تأثر من فوق هنا هيبدأ الياي دا يعمله ايه ينضغط الأجزاء دي هتنضغط مع بعض طب لو انضغطت أكتر من لازم او القوة كانت كبيرة ايه اللي هيحصل مش هيحصل ان الياي دا هيتفرد تاني فلازم حاجة اسمها حد المرونة وحد المرونة دي معناها ان يكون فيه سماح للقوة او القوة تكون بحد معين علشان المعدن اللي عندي يكون مرن يبقى المرونة ان المعدن بيتغير في شكله او يرجع لطبيعته مرة تانية يحصل تغيير يبدأ يرجع لطبيعته مرة تانية نشوف كمان تعريف من انواع الاحمال الميكانيكية الليدونة يعني ايه الليدونة هي قبلية المعدن او الفلز للتشكيل بتأثير الاجهاد عليه يعني يحصل الاجهاد عليه فيحصل له ايه بدون عودته الى شكله الاصلي مرة تانية زي سحب الاسليك زي ايه سنقوله كده زي البلاستيك البلاستيك ده بنقول عليه ان هو ايه من اللداء هو يمتاز برضه ان هو معدن لدن الليدونة دي يعني ايه البلاستيك بعد ما بشكله ينفع ان هو يعود لشكله مرة تانية لا المعدن اللدن هو بيكون معدن قابل للتشكيل اه انما ما بيرجعش لشكله الطبيعي زي المرونة كده ببدأ اضغط بيرجع المعدن لشكله الطبيعي انما في اللدونة لا المعدن ما بيرجعش لشكله الطبيعي مرة تانية قلنا زي البلاستيك وزي سحب الاسليك الاسليك اللي بتبدأ تتسحب وبيتحول او من كتر كبير لكتر صغير دي ما ينفعش ان انا رجعها لشكلها الطبيعي مرة تانية نشوف صورة كده اللي اللدونة توضح لنا اكتر هنا كده الاسلاك اهو حتى هنا بيقول لي هو من واحد لعشرة مليمتر معنى كده ان السلك ده في اسلاك منه من اول واحد لحد عشرة مليمتر هو سيبت ما بقدرش ان انا ارجع المنتج او الخام بتاعي مرة تانية بنفس الشكل الممطولية يعني ايه او الاستطالة ان المعدن قابل للاستطالة تحت تأثير قوة شدة عليه يعني ايه قوة شدة ببساطة كده لو انا عايز الاستك الاستك اللي انا بجيبه الاستك بتاعي الفلوس او الاستك العادي اللي موجود عندي ده وهمسك قطعة الاستك وشدها كده ايه اللي بيحصل لها بيحصل استطالة للمعدن صح طيب الاستطالة دي بعد انا ما بخلص القوة ما دي قوة انا بمسك بايدي كده وبشد دي قوة ايه اللي بيحصل بعد لو انا سبتي ايدي جزء جزء كده بيرجع الخام او بيرجع المادة لاصلها مرة تانية طيب الاستطالة دي بتحصل مرة واحدة بمسك الاستك وروحها لا تدريجيا الاستطالة بتحدث تدريجيا لو مسكت في البيت كده اي استك كده معينا دلوقتي تمسكوه وهتبدأ بالراحة واحدة واحدة ايه اللي هيحصل وانت بتشد القاستك ده واحنا بنشده كده سنة اولى هيحصل ايه السمكة هيختلف سمك المعدن هيختلف او سمك القاستك ده كل ما تشده اكتر هتلاقي السمك بتاعه بيقل يبقى الممطولية هي ايه استطالة المعدن وتغيير شكله ويرجع لشكله مرة تانية تحت تأثير ايه تحت تأثير قوة وبيتم على البارد زي ما انا مسكت القاستك كده وبدأت عمله عملية استطالة وممكن يتم على الساخن لو ايه سانا اقوله لو المعدن اللي موجود معدن عندي قوي او صلب ماينفعش ان انا اعمله على البارد لازم ابدأ اسخن المعدن او اعرضه لدرجة حرارة مناسبة يبدأ عن طريقها تحصل عملية الاستطالة نشوف كده شكل مع بعض هنا كده ده سلك من قطر كبير سلك من قطر كبير موجود اهو عندنا وهنا كده فيه سجب خاص السجب ده بيكون موجود على المعدن وهنا بيطلع لي ايه بيطلع لي سلك من قطر اصغر دي عملية الاستطالة بدأ يشد معايا المعدن خلايا من القطر بتاعه بيتغير يطلع لسلك اصغر وهنا كده ده شكل الاستك اللي احنا بنقول عليه لو انا مسكت الاستك ده مادة كده مرينة ممكن يحصل لها عملية استطالة وبدأت شدها شايفين السمك هنا في الشكل ده مختلف عن السمك لما هو بدأ يشد المعدن بتاعي ولو انا سبته هيرجع لطبيعته مرة اخرى وهي دي عملية الاستطالة الطروقية وهي قابلية المعدن للطرق والضغط المعدن ممكن اقوم عليه بعمليات اجراء الطرق او الضغط وبيستخدم في عصر المعدن بين الفكين بتوع آلة زي النقود المعدنية يعني الطرقية دي يعني لو رحنا كده ورش تصنيع الدهب وشفنا الراجل اللي بيصنع الدهب هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه في بعض طبعا دلوقتي فيه مكينات وفيه آلات كتير بتعمل حاجات بشغل ليزر وشغل معمول جاهز انما لو شفنا كده ان في بعض الحاجات اللي هي اليدوية اللي بيحصل بيبقى جاي بشاكوش زغير كده وجاي بالمعدن ده اللي هو الدهب وبيبدأ يدق عليه عشان يطلع منه شكل دي اسمها ايه؟ هي دي الطرقية اللي هو بيطرق على المعدن علشان يغير في شكله طيب بعد الراجل ما بيخلص المنتج اللي هو الدهب ده عملي قطعة من الدهب طلعها لي بشكل معين طب بعد ما بيخلصها هل هي بترجع لشكلها تاني ولا بتفضل زي ما هي لا بتفضل زي ما هي تاني يبقى الطرقية ان المعدن بيتعرض لطرق علشان يغير من شكله بس ما بيرجعش لشكله مرة تانية زي ايه كمان يا سنقولة زي المكينات اللي بتصنع النقود اللي هي الجنيهات اللي هي معمولة اللي هي المعدن دي الجنيه والنص جنيه اللي هي الحاجات المعدن دي اللي بيحصل بيدخل الخام داخل المكينات خام عادي مسمط خالص بيبدأ يحصله ايه يحصله عملية طرق او تغيير في شكله المعدن بيتعصر بيقول لي ايه بيتعصر ليه لانه بيدخل بين الفكين باستنبة معينة بتبدأ تعصر للمعدن وتطلع لي ايه تطلع لي شكل الجنيه تب بعد ما بناخد الجنيه ده وبنبدأ نتدول به هل بيرجع شكله مصمت تاني لا يبقى الطرقية الشكل بتاعها ما بيتغيرش وما بيرجعش الشكله الاصلي مرة تانية نشوف كده صورة مع بعض هنا دي كده الماكينة اللي هي بتاعت النقود زي ما احنا شايفين شايفين يا سنقولها جنيهات قدي كتير قوي هنا كده بيدخل المعدن عن طريق الجزء ده بيكون معدن مصمت وبيبدأ فيه يتعصر بين الفكين بتوع الالة ويطلع لي المعادن زي ما احنا شايفين وما بيتغيرش شكلها مرة تانية الصلابة يعني ايه صلابة بيقولي الصلابة هي الجمود جمود ايه جمود المعدن لا جمود تماسك جزيئاته ان جزيئات المادة بتكون متمسكة جدا مع بعض كلمة صلابة بتعبر ان المعدن ده اجزاءه متمسكة جدا مع بعض وهي عكس السيولة نشوف كده صورة للصلابة او للمعدن الصلب شايفين هنا كده حديد صلب جدا قوي جدا شايفين جزيئاته متمسكة مع بعضها ما فيش اي فرق بينهم علشان كده بقولي المعدن ده معدن صلب الصلابة احنا لسه قيلين الصلابة بالبيه هنا الصلابة الصلابة يعني ايه يعني ان المعدن ده بيقاوم التغلغل والخدش وهو عكس الليونة مش احنا قلنا ان احنا لما جبنا اللي هو القطع بتاعة الخام اللي عملته عن طريقها اللي هو النقود مكنة النقود دي طب لو المعدن ده صلب مش هينفع اي حاجة تتغلغ الجواه المعدن الصلب بيكون معدن غير قابل ليه التغلغ الجواه ماينفعش اقوم باي تشكيل عليه الا بصورة صعبة جدا لانه معدن صلد قوي وكمان ايه وكمان هو عكس اللي ايه عكس الليونة ان يكون معدن لين اقدر ان انا اشكله بسهولة لأ الصلابة ده معدن بيكون قوي جدا نشوف كده صورة للصلابة هنا كده دي مكينة اختبار الصلابة بيدخل المعدن جواها وببدأ يحصل ايه يبدأ الاجزاء اللي موجودة هنا الفضي دي تضغط على المعدن تضغط على المعدن لحد ما اتطلع لي المعدن زي ما هو مفيش اي خدش فيه ولا فيه اي تغلغ الحصل جواه يقول لي ان المعدن ده صلد وده باستخدمه في صناعات معينة يقول لي خلاص بقى شوف انت عايز تستخدمه في ايه المعدن ده مليون المية معدن صلد جدا انا عرضته لي المكينة وعملت له عمليات تغلغل قعد تحاول عمليات خدش للمعدن ما حصلوش اي حاجة يبقى المعدن ده معدن صلد هي التعريفات بسيطة يا سنقولها بس احنا لازم نفهم تعريف تعريف والموضوع بسيط جدا وسهل ومن اتلغبطش بينهم كل تعريف كل ما نيجي نشرحه هنقوله كده بنراحه مع بعض وبنجيب صور تبينه هنلاقي الموضوع سهل وبسيط نشوف تعريف كمان المتانة المتانة عبارة عن ايه ان المعدن بيتحمل اجهادات وصدمات وبيحتاج المعدن لطاقة كبيرة جدا علشان يتغير من شكله او من معدنه يعني المعدن بحتاج قوة كبيرة جدا علشان اغير في شكل المعدن المتين والمعدن المتين غير قصف مش ناشف يعني انا ممكن اغير في شكله بس يحتاج قوة كبيرة جدا بس يمكن اغير بس هو مش معدن قصف وهنشوف القصفة يعني ايه في تعريف بعد شوية نشوف كده صورة ليه المتانة هنا بيقول لي ايه هنا شايفين كده في الصورتين دول معدن اسمه الكربيد معدن الكربيد الصورة دي لللقم الكربيدية وده معدن الكربيد بيقول لي ان معدن الكربيد هو معدن يمتاز بالمتانة مين فاكر يا سنقولة احنا كنا بنشرح كلمة الكربيد دي في ايه برافيا سنقولة كنا بنشرحها في اللقم الكربيدية اللي هي ايه انواع اقلام المخارض في مادة التكنولوجيا في الترمي الاول قلنا ان من انواع اقلام المخارض ان انا بستخدم اللقم الكربيدية ليه لان الخام الكربيد معدن متين فعلشان كده انا بستخدم اللقم الكربيدية في ايه كمان في الميكرومتر اللي هما الفكين السابت والمتحرك بتوع الميكرومتر بيستخدموا من مادة الكربيد لان هي مادة متينة ما بتتأكلش بسهولة خلاص عشان كده بقول ان مادة الكربيد او خام الكربيد يعتبر من المواد المتينة نشوف تعريف مع بعض كمان القصافة هي خاصية قصف المعدن يعني المعدن بيحصل له عملية قصف او عملية تكسير لانه معدن قصف يعني ناشف عند تأثيره او تعرضه لقوة بتغير في شكله وابعاده زي الزجاج والحديد الزهر وهو غير قابل للاستطالة او الانحناء يعني ايه يعني الحديد الزهر هو معدن بيتحمل الضغوط العليم احنا قلنا ان في فرش المخارج احنا بنستخدم ايه بيستخدم الحديد الزهر لانه بيستحمل الضغوط العالية بيتحمل الضغوط العالية فهو معدن ايه قصف انما لو انا حطيت فوقيه او انا حملته اكتر من حمله اقول له هيحصل يا سنقولة هيبدأ ايه يتقصر لانه معدن قصف ما بيتحملش غير ضغوط معينة طيب لو انا ضغطت عليه او دقت عليه برضو الحديد الزهر هيكسر طيب الازاز مع ان الازاز معدن قصف والحديد الزهر معدن قصف انما الازاز اللي هشاشة بتاعته اقل لان الازاز بطبعه معدن يكون هش او معدن ناشف هل الازاز انا ممكن اجيبه وعد اشكله وعمله اشكال لا طبعا الا اذا فيه مكينات بتشكل الازاز وهو لسه خام يبدأ يشكله لي انما لو جبت قطعة ازاز كده مربعة ومستطيلة وابدأ عايزة اشكلها هتتشكل لا طبعا لان المعدن ايه قصف معدن ناشف يبقى معنى كلمة قصفة يعني المعدن بيكون ناشف صعب ان انا اغير في شكله او ان انا اعمل تشكيل عليه زي الزجاج وزي الحديد الزهر نشوف كده شكل للحديد الزهر لو انا عرضته لضغوط عالية ايه اللي هيحصله في الصورة كده اهو هنا كده لما بدأ يحصل لي ضغوط عالي او ضغوط عالية على المعدن اللي موجوده لوال حديد الزهر علشان كده بقول المعدن القصفة ما ينفعش ان انا اعرضها لضغوط عالية ايه اللي حصل حصل تكسير في الخام الجساءة يعني ايه جساءة يا سنقولة بيقول لي الجساءة دي يعني مدى مقاومة المعدن لتغيير شكله معدن جسق رسخ صعب جدا 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 ان انا اغير من شكله ولا ابعاده ولا اقدر اعمله عملية استطالة ولا اقدر اعمله عملية تشكيل الا لما يتعرض لتأثير قوة خارجية حتى لو يتعرض لتأثير قوة خارجية هيتحمل جهود كبيرة جدا علشان يتغير من شكله المعدن الجسق او الرسخ معدن صعب تشكيله جدا اللي اذا تعرض بقى لجهود كبيرة قوي 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 جهد يعني من قوة خارجية زي الاحمال كده زي قوة الشد والضغط والاحمال دي كلها بس بتكون كبيرة جدا علشان يخليلي المعدن يتغير من شكل شوف كده دي صورة لمعدن جسق او رسخ صعب جدا ان احنا نغيرله او ان احنا نعمل عملية تغيير لشكله اللي اذا تعرض لقوة ضغط كبيرة او تأثير كبير عليه الليونة او الطراوة كلمة ليونة كده من اسمها هي قابلية المعدن ان المعدن ده ممكن يتغلغل يعني ممكن اشكله او اعمله عملية تغلغل بداخله تشكيل يعني علشان يغيرلي من شكله بسهولة سهل جدا معدن لين تحت تأثير القوة الخارجية تحت طبعا تأثير قوة خارجية مش من نفسه من غير ما يتكسر زي ايه زي الرصاص وهو عكس الصلابة يعني عكس الصلابة يعني الليونة دي معدن لين اقدر اشكله عندي بسهولة واقدر اغير من شكله بسهولة جدا زي مادة الرصاص لو انا عرضتها لدرجة حرارة هيبدأ المعدن يبقى لين عندي ممكن احطه في استنباط وممكن اغير شكله او اعمله شكل معين علشان كده بقول ان الرصاص من المواد اللينة تروى يعني طري معدن لين معدن طري اقدر اشكله عندي بسهولة نمشوف كده شكل الرصاص ايدي شكل المعدن الرصاص وهو خام وبعد كده لما بيتعرض لدرجة حرارة بيبدأ ايه اللي يحصله شايفين ممكن انا اعمله سبائك او ممكن اعمله باشكال لانه معدن لين طري ممكن اتحكم فيه بسهولة الرجوعية يعني ايه كلمة رجوعية يعني ان المعدن عنده كفاءة انه هو يمتص الاجهادات ويرجع لشكله مرة تانية كلمة رجوعية هي كفاءة المعدن ان هو يمتص الاجهادات اللي بيتعرض لها اتعرض لاجهاد ضغط اتعرض المعدن لاجهاد شد ايه المعدن ده عنده كفاءة ان هو يرجع لطبيعته مرة تانية ويرجع لصورته الاصلية مرة تانية واقدر ان انا اغير فيه بسهولة كل التعريفات دي كده من انواع الاحمال الميكانيكية ان بعرف دلوقتي ان انا المعدن ده عندي لين هقدر استخدمه في ايه معدن متين هقدر اوظفه في صناعة ايه معدن صلب اقدر اوظفه في ايه معدن صلد اقدر اوظفه في ايه كل التعريفات دي علشان نتعرف على خواص المعادن هقدر استخدمها في ايه نكمل كده مع بعض التعريفات التحمل او الصمود هو قدرة المعدن المعدن ده قادر ان هو يقاوم تأثير الاجهادات المتكررة عندي معدن عمال اجري عليه عملية شد واجري عليه عملية ضغط معدن متحمل فيه سمود في المعدن يا سنقوله بيقدر يتحمل الاجهادات الشد او اجهادات الضغط اللي بتحدث عليه علشان كده بقول ان التحمل او السمود ان المعدن قادر على مقاومة ايه تأثير الاجهادات المتكررة بقول ان المعدن ده بيتحمل او المعدن ده معدن صامد نشوف كده كمان صورة مع بعض هنا معدن اهو بدأ يتعرض لاجهات ضغط قوي جدا بقدر عن طريق ان انا اقول ان المعدن ده شايفين هنا حصله انهياره هنا المعدن شايفين طلع ازاي المعدن بدأ يحصله انهياره بقى المعدن ده عندي ما بيتحملش الصمود او مش معدن قوي علشان كده بقول ان المعدن التحمل او الصمود ان المعدن لو تحمل قوة ضغط معينة اقول اه خلاص المعدن ده يتحمل فانا ممكن بقى اوظفه في الصناعة اللي انا اخطره نشوف كده تعريف مع بعض كمان مقاومة الصدمات مقاومة الصدمات يعني ايه سنقول هو قدرة المعدن على تحمل الصدمات ان المعدن بيقدر يتحمل صدمات مفاجأة الصدمة لما بتكون مفاجأة على المعدن وبتدل على متانة المعدن يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما بنيجي نصنع مثلا اجزاء زي السيارات جزء للسيارة ما هو كده كده السيارة دي بيبقى فيه في تصنعها حديد او صاب طيب مش انا ببقى عايز اعمل الجسم الخارجي بتاع او الاطار الخارجي للسيارة او الجسم الخارجي يتحمل الصدمات لان ممكن لقدر الله مثلا لو حصل يعني العربية حادثة او العربية تخبطت الجزء الخارجي ده يتحمل الصدمات علشان كده بقول ان تحمل الصدمات دي قدرة المعدن على الصدمات المفاجأة طب ايه كمان؟ في اي تصنيع لاي اجزاء ميكانيكية لازم يمتاز المعدن بمقاومة الصدمات يبقى احنا كده سنة أولى النهاردة عرفنا ايه؟ عرفنا اول حاجة يعني ايه كلمة خواص المواد يعني ايه؟ يعني صفات المواد خاصية يعني معناها صفة بقدر اميز بيها المعدن عن الاخر وقلنا الخواص المواد او المواد لها كم خاصية؟ اربع خواص برافيا سنة أولى اول خاصية الخواص الفيزيقية اللي انا بقدر اشوفها بعنايا او ان انا اقدر احسها زي الكسافة وزي التوصيل للكهرباء وزي السقل النوعي او الوزن النوعي كل دي من ايه؟ المواد او الخواص الفيزيقية ايه كمان؟ الخواص الميكانيكية اللي هي اتحاد عناصر مع بعض بقول عليها هي خواص الايه؟ الكيميائية والخواص الميكانيكية اللي هي بتنقسم لكم نوع؟ درافيا سنة أولى بتنقسم الى نوعين خواص استيتيكية الاستيتيكية يعني ايه؟ يعني الجسم بيكون سابت خواص استيتيكية الجسم سابت وبيحصل عليه عمليات اجراء للشد او الضغط وقلنا زي الشد والضغط والانحناء واللي والقص ايه كمان؟ قلنا الخواص الديناميكية زي المؤسرات او الاحمال اللي بتجرى على المواد علشان اقدر احدد ايه هي المواد دي ممكن استخدمها في ايه؟ وخدنا مجموعة تعريفات كبيرة جدا النهاردة اتمنى ان انتم تذكروها جزء جزء وتمسكوا التعريفات دي تعريف تعريف كده بالراحة وتقعدوا تقولوا او تعملوا اختلاف بينهم تمام؟ نعمل اختلاف بين المواد وبين بعضها اعتقد ان درس النهاردة سهل جدا 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 يا سنة اولى ان شاء الله باذن الله في نهاية الشهر نقدر نجمع المنهج كله ونقدر نجمع مجموعة الاسئلة اللي ان شاء الله باذن الله هننزلها لكم تقدروا تتابعونا على قناة اليوتيوب وعلى جروب التليجرام في اسئلة بتبقى موجودة في اسئلة بتبقى موجودة ان شاء الله نقدر نتابعها مع بعض واحنا كده سنقول درس النهاردة درس بسيط ودرس سهل جدا جدا انا اقدر استوعبه بسهولة اللي هو ايه اللي هو المواد او الاجراءات اللي بتحصل على المادة علشان تخليلي المادة بتاعتي اقدر ان انا اقيمها او ان انا اقدر استخدمها في صناعات مختلفة زي ايه زي الصور وزي التعريفات اللي احنا خدناها النهاردة نقول كده التعريفات الليونة او التراوة وهي قابلية المعدن للتغلغل ان انا اقدر اغير في شكله بسهولة تحت تأثير القوة الخارجية دون ان المعدن ما يحصلوش عملية كسر انا بفكركم كده يبقى الليونة عبارة عن ايه برافو يا سنة انا اقول ان المعدن عنده قابلية ان يكون معدن لين سهل ان انا اقدر اشكل فيه طب المعدن اللي هو ايه المعدن اللي هو عندي ممكن اعمله عملية استطالة او عملية منطولية اللي هو المعدن اللي انا عن طريقه ممكن اعمل عملية استطالة ولاقي المعدن بيبدأ السمك بتاعه او القطر بتاعه او المساحة بتاعته بتبدأ عندي بسهولة انها تكبر وارجع ان انا لو انا سبت او القوة الخارجية بتاعتي بدأت ان انا خلاص مفيش قوة خارجية المعدن بيرجع مرة اخرى للحجم الطبيعي بتاعه تاني وكده سنقول ان شاء الله باذن الله الحلقة بتاعتنا تكون انتهت بكل التعرفات البسيطة اللي احنا خدناها وبكل تعريفات الخواص بتاعة المواد اللي احنا قلناها اللي احنا قلناها وان شاء الله بإذن الله أتمنى ان الحلقة تكونوا استفدتوا بيها استفادة كبيرة يا سنة أولى ان تكونوا استفدتوا بحلقة النهاردة استفادة كبيرة ونبدأ نعرف التعريفات مع بعض ونفرق بين الخواص الاستاتيكية وبين الخواص الديناميكية ونفرق بين كل الكلام اللي احنا قلناه مع بعض ده والقصافة يعني ايه اللي هو المعدن الناشف طيب المعدن الصلب اللي هو المعدن المتين وكلمة متانة يعني معدن متين جدا ما اقدرش ان انا اجري عليه عمليات بسهولة المعدن الطريق او المعدن اللين او اللي دونه ان معدن لدن اقدر ان انا ممكن ان انا اغير في شكله بس ما بيرجعش اتشكله مرة تانية والمعدن اللي هو اللين اللي انا ممكن اغير في شكله بسهولة طيب في بعض الطلبة كانت سألتني عن حاجات في مادة اجهزة القياس عن سؤال بيقول لي ميس ايه هو الفرق بين انا بس دي قلت يعني مناسبة في حلقة النهاردة ان انا جاوب على سؤال الطلبة عشان هما انتبعين على التليجرام واليوتيوب فلما طالب بيسألني عن حاجة باعده ان انا هجاوب عليها فانا بجاوب على مادة اجهزة القياس هو برضو السنة اولى وتخصص الميكانيكا بيقول لي ايه ميس الفرق بين المعامل الحراري في درس الازدواج الحراري قلنا ان هو بينقسم لنوعين الازدواج الحراري اللي هو معامل الحراري السالب اللي هو n b t وقلنا ال n t c ال n دا يا ولاد يعني سالب لما لاقي كلمة n يعني نيجاتف يعني سالب و t c دي اختصار ان هو بيتحكم في درجة الحرارة يبقى المعامل الحراري او معامل الازدواج الحراري ال n t c ده معناه ان هو سالب لما لاقي ال n معناه ان سالب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة